اشتركوا في القناة ما وجدنا منكم من ثقة وتقدير بالنسبة للفريق الوطني فأنتم كذلك من تستحقون هذا العمل المضلي من قبل الفريق الوطني الفريق الوطني والحمد لله أبشركم بأنهم أصحاب معنويات قوية وعزيمة وتفاؤل كبير منذ البداية وإن شاء الله نكمل معاكم بإذن الله حتى نقضي على هذه الجائحة بإذن الله وترجعهم إلى أنصابها الأول جنود من نوع مختلف وقفوا في صف واحد لمواجهة كوفيد-19 فشمروا عن السواعد وبدأوا بالعمل فكانوا وما زالوا مثالا يحتذى به في العطاء نحن حتما نتحدث هنا عن أبطال الجيش الأبيض لفريق البحرين الذين سطروا أروع صور التفاني والتضحية في سبيل أن ينعم الجميع بموفور الصحة والعافية أخوانكم أخواتكم الموجودين في الصفوف الأمامية هم العين الساهرة على صحتكم وعلى سلامتكم ويحتاجون لهذا الدعم عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية هناك الكثير من الكوادر الطبية والتمريضية الموجودين في الصفوف الأمامية لم يتسنى لهم طبعا الجلوس أو زيارة عوائلهم أو الجلوس مع أبنائهم وأسرهم لمدة أشهر بسبب العمل على مدار الساعة على مدة شهور طويلة هم كوادر الجيش الأبيض المنتشرون في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الفحص ومراكز التطعيم وغيرها كل منهم يتخذ موقعا ثابتا محددا مهامه مرتديا رداؤه الأبيض مؤديا دوره على أكمل وجه متحديا الصعوبات متسلحا بالإيمان والأمل للانتصار على كورونا مبتعدا عن أسرته لكن جميع تلك التحديات لا تقف في طريقه بل يبقى صامدا شامخا من أجل صحة أبناء البحرين وهم مستعدين طبعا لبدل المزيد بس أعتقدنا هذا العطاء اللي قدموه من أجلنا لازم يكون في عطاء من أجلهم وإذا كان مو عطاء من أجلهم فأعتقد مهم من أجل أنفسنا وأسرنا ووطننا فمهم جدا التزام بهذه الإجراءات وخصوصا في هذه المرحلة من زيادة الحالات في انتشار فيروس كورونا في مملكة البحرين هم خط الدفاع الأول والحلقة الأساسية في المعركة مع فيروس كورونا فجميعهم يستحقون منا وقفة شكر واحترام وامتنان والتزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمساعدتهم في مجابهة جائحة كوفيد-19 ويجب أن نستمر بكل ما نستطيع وأن نتعاون في هذه الفترة الاستثنائية في تطبيق الاحترازات بحذافيرها لتحقيق الأهداف المنشودة وتجاوز هذه الجائحة إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر